وهو أنه ما هو المراد أنهم يروون حديثي وسنتي يعني ينقلون الأحاديث يعني مثل ما واحد يكتب فت كتاب في نقل الأحاديث جمع الروايات هذا مقصود يروون حديثي وسنتي الجواب كلا المراد من يروون حديثي مرواة الحديث وإن لم يعلموا فقه الحديث بأي قرينة؟ بقرينة ما ورد في بعض مقاطع هذا النص ويعلمونها الناس وهذا النص إذا يتذكروا الأعزة هم ورد في كتب أهل السنة هم ورد ماذا؟ في مصادرنا الشيعية تعليم الناس بعد غير الرواية يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدراية والرواية غير الدراية أعزائي إذن مرة نقول بأنه طبعا إذا قلنا فقط رواة الحديث إذن أنت أخذ وسائل الشيعة وماذا يصير؟ لا معزيزي مؤشكل في النتيجة هناك بعبارة أخرى تحتاج إلى اجتهاد في الحديث هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ بدراية الحديث دراية الحديث غير ماذا؟ غير رواية الحديث فبقرينة يعلمونها الناس إذن المرجعية الدينية لمن؟ للراوي للفقيه للعالم للمجتهد من الواضح بأنه ليس للراوي بما هو راوي فسأل الآن أعزائي بغض النظر عن أنه يشمل كل المناصب فيكون الرواية من أدلة ولاية الفقيه العام ولا أقل تثبت المرجعية تثبت المرجعية للعالم ماذا؟ بسنة النبي ليس للعالم بالحلال والحرام لأن الرسول ماذا قال؟ قال يروون ماذا؟ سنتي وسنته صلى الله عليه وآله مختصة بالحلال والحرام أو أعم من ذلك إذن هذه المرجعية التي أعطيت له إنما هو للعالم بجميع معارف السنة لا بخصوص الحلال والحرام